اشتركوا في القناة 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 عامة الباثس الأساسية تغيرت بطريقة إنه والله خلينا نحط هذا هنا مرة تانية الباثس الأساسية اللي كنا أول كنا نبدأ كذا بعدين كذا بعدين كذا عشان ناخد لفل ثلاثة ده حين صار يفضل يفضل إنك تبدأ مثلا إذا بعد إمال بطلين وما أنت فارمينج جنغلرز لنوا عارفين الجنغلرز عندنا نوعين يا شباب الجنغلرز اللي بوا يسووا قانك من البداية اللي كانوا يسووا قانك في لفل ثلاثة ولا في لفل أربعة والجنغلرز اللي كانوا يبغى يفرموا يوصلوا لفل ستة بعدين يسووا قانك ولا يبغى يسوي قانك يعني لفل أربعة من تطالع مش لفل ثلاثة من تطالع وإذا كنت من الجنغلرز اللي يبغى يسوي قانك من بدري ليسن جارفان زينزاو فاي شاكو كاميل كل الجنغلرز هذول اللي ما عندهم ايو ايو ويف كلير مرة آلي وعندهم ويبغوا يسووا قانك عشان يستفيدوا تويتش برضو نفس الشي تبغى تبدأ كده بعدين تبغى تروح على طول على سكاتل لانه زي ما قلنا سكاتل كونتستد بعدين تبغى تروح بلو جرومب عشان توصل لفل ثلاثة بعد كده يصير انت تختار تطلع فوق ولا تطلع هنا عشان تسوي قانك اذا ما في اي شي تقرى تسوي في قانك على طول تكمل على هنا تسوي ريكول بعدين ترجع تاخد هذا مرة تانية تاخد هذا هذا حيكون ريجع فخلينا الويف خلينا الباثينغ مرة عشان طبعا في عندك طريقة تانية اذا انت ما تبغى تسوي ريكول على طول ممكن تروح بعد ما تاخد هذا تاخد هذا تجي هنا ترجع هنا بالله يور هيلثي تقرى تسوي حاجة عندك ما عندك مشكلة بترجع تروح تجري وتروح على السكاتل حقهم بسرعة طبعا باعتبار انه الجنغلر لو بدأ فوق هنا انت عارف ان هو ما يروح على سكاتل على طول او والله البوت سايد سوى لك وارد ولا الجنغل ولا المد سوى لك وارد وشايفه فحتروح تاخده على طول بعدين ترجع على ريتس بعدين ترجع على شو اسمه على اسمه هادول نسيتهم الحجر لما يحضرني الاسم هنزه فكذا سويت كلير مرة سريعة استفدت من القرقز استفدت من الوقت اللي ما قدرت تسوي فيه قانك طبعا المفروض الباث هذا ما تسوي إلا إذا انت ما عندك اي قانك تسويها احنا باك تركز انا باك تركز عامة على اه تراينج تو قانك ايرلي او مو تراينج تو قانك ولا ممكن تحاول تحاول تاخد كذا بعدين اذا والله عارف انه هو جنغلر ما ياخد الريث حقتهم تروح تاخد الريث تروح تاخد الكرقز بعدين ترجع على البلوح حقك وعلى هذا فالباث حبتين في البداية تغير وإذا بدأت من فوق نفس الشي تروح هنا بسرعة تروح تجري على هذا بعدين على هذا خطير طبعا زي ما قلنا لأنه هذا كون تستد ما تقلت تروح وولفس بعدين هذا والباث هذا ما عدت صار فيفرابل زي أول لأنه إذا ما تقلت شيل الرئيس من بدري لحالك حتنحط في موقف صراحة جدا سيء عشان كده دايما تقريبا يفضل لأنك تبدأ بوت تروح على الأخ تنزل هنا تنزل هنا أو تنزل هنا تروح هنا على طول على أساس تقدر لأنك تأخذ البف الثاني وتأخذ بلرة لفل أربع أو تسوي counter junk قدرت تسوي gank خير وبركة ما قدرت تسوي gank It's okay الجزء الثانيين الناس اللي بيسووا اللي بيسووا gank في لفل اثنين بسرعة هادولة كانوا والله يجيوا ياخدوا ال red وبعدين يروح يسوي gank على طول هذي ما زال تاخد ال red تاخد السكتل هذا القريب على طول يسوي gank هنا تروح تاخد السكتل اللي فوق بعدين تاخد البلو هادة cheese path صراحة الباث هذا خطير نفس الوقت very rewarding لو انت سويتو طبعا بعد كده انت ممكن تاخد السكتل تاخد بلو تطلع فوق على طول او حتى تاخد السكتل وتطلع فوق على طول ولا ترجع مد مرة ثانية عشان تتلت الآدم اللي هنا طبعا واحد اثنين ثلاثة اربع هتاخد لفل ثلاثة اوكي فلا تنسى انه هذا بدأت ال game يعطي 115 مية وخمستاش محا تعطيك لفل ثلاثة لازم تاخد البلو عشان تاخد لفل ثلاثة فزي ما نفتح لسبب اربعة اربعة كامس عشان تاخد لفل ثلاثة طبعا عندك يعني الفرص كبيرة تستفيد من ان والله اخدت البلو عارف ان الجنق الحقه هم بدأ من فوق نازل هنا انت على طول بعد ما تاخد البلو ترجع تاخد هذه وتاخد هذه وترجع وعندنا ال starting point الثانية الكبير اللي هي والله انت من الجنقل اللي تبغى تفرم عشان توصل لفل ثلاثة بسرعة وتبغى the most extreme fast path عشان ماذا اسمه؟ عشان توصل لفل ثلاثة هتبدأ في red هتروح على هنا طبعا cane scarner سجواني برضو ممكن zack warwick mean كمان clear مرة كويس تجي هنا تجي هنا تجي هنا ترجع هنا توي recall تجي هنا مرة ثانية هذا رجع هذا رجع هذا رجع واحتمال هذا رجعت ولا هذا رجعت by the end of this rotation انت level 6 تقريبا نظرني بغى لك كمان كمان واحد وتصير level 6 very extreme very extremely efficient مرة سريع هتخلص فيه كل الكامس بعد اللفة هترجع تلاقي الكامس قيدها رجعت فطبعا هذا لما بنتكلم على انه والله يعني ما دخلنا في الماتشابس وشوفنا مين الناس اللي قدامنا بس ممكن ممكن نبدأ نطالع في اللي ممكن يسوي الكلام هذا بسرعة طبعا لما نقول لك سوي الباث هذا مو معناه انت تمسك الباث هذا وتنسى أي حاجة لا حبيبي انت جالس تلعب ومعاك let's say أولاف 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 ايش؟ ايش يا شباب أولاف أولاف is a farming jungler right هنا الأولاف يولا دي أولاف هنا يود وهنا فوق مين نقول كميل ممكن كميل كميل وهنا كميل صح؟ أولاف ايش هيسوي الوضع الطبيعي حقه هيبدأ هنا بعدين يجي هنا بسرعة هذه هتكون بدأت هنا بعدين جات هنا بسرعة هنا واحد هنا واحد هنا اثنين اثنين هذا هيروح ثلاثة هذه اكشيلي خلينا نطالف فيها كده انه هذي ممكن تيجي هنا على طول وممكن تسوي تشيز انه لبل اثنين حقها كوي صح؟ احنا عارفين انه كميل ممكن تسوي واحد من حاجتين يا هتيجي كده بعدين تيجي كده بعدين تيجي كده بعدين تيجي كده بعدين تكمل كده يا هايجي الباثة لي هو يبدأ هنا ينزل هنا هدين يروح gonnady هاذا و هدا و Haben مثلا هاي عارفين ما ايش الباثة اللي ممكن يسوي Lambda ضبط يات كده وكده و اذا كان اذاتك اراتي ارجاع recover ارجع هنا مرة ثانية مرة تنوني اسطنى ولف أو أني أحاول أسوي قانك توب لأنه إحنا عارفين أنه الأخ هذا نزل بوت أقلوين إذا راح الباتش الويب التاني وطبعا لما أنت تفكر بالطريقة هذه أنت خلاص أنت عارف الشامبيون اللي قدامك إيش الباتس اللي ممكن يسويها طبعا مو شرط البات هذا هو البات الوحيد اللي ممكن يسويه إذا كان برونز احتمال كبير يمشي التوقعات هذه كلها يعني ما تجي في محلها مو شرط معناها برونز معناها ما يفهم لا بس احتمال كبير أنه ما يمشي على الـ بس يجري في أي محل في المقابل إذا كان هاير إلو احتمال كبير حيمشي على البات هذا احتمال كبير ليش؟ لأنه هو يبغى يفرم بـ فأنت عارف أنه إذا هذا يعني إذا جيت على طول هنا يعني إنت الواحد اتنين ثلاثة هو فين هيكون؟ هيكون احتمال كبير زي ما قلنا هنا شفناه هنا خلاص عارفين أنه هذه أخدها عارفين أنه هذه أخدها ما نضيع وقت تسوي pink شو اسمه؟ تسوي pink اللي bot ترى هو جايكم هو في الـ أنا أكمل التوب سايد أروح أسوي gank top إذا فيه possibility ما فيه أرجع أسوي recall هو نفس الشي خلص الوايف كاملة سوي recall حيرجع يبدع من هنا أبواكم دائما تفكروا بالطريقة هذه الجنغ الفين بدأ في الوقت إذا أنت ماشي بنفس الـ باتينغ الصحيح والإمفيشنسي وما سوى gank وما أنت شايف إلى حد ما هو بيسوي recall فأنت هتنزل تحت هو هيطلع فوق عشان يكون الـ 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 لا تنسى إذا جاءتك الفرصة هذه يعني مثلا إذا كاميل بدأ لفل اثنين جاء من هنا بعدين هنا أنت عارف أنه الـ ريثس ما أخذها ففرصة بالنسبة لك تأخذ دا دا تروح الـ ريثس على طول ممكن تروح على طول على حتى الكرقز وبعدين ترجع في gank من هنا وريكول أمين لو تريكول ريجيت من هنا تجي زي ما قلت لكم تبدأ من الكرقز حقاتك إذا هو ما نزل أخذها أو إذا شافك إذا طبعا مردين فوق شافك المفروض الجنغلر الفاهم حينزل يأخذ حقاتك الـ إذا ما أنتبه لك إنت حيكون عندك 2 camps بعد ما تخلص السايكل التانية إذا أخذت الـ اخذت الـ حقاته ريجيت أخذت الـ هذا وهذا 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 مرة ثانية لأنه رد وبلو ما ستكون رجعت إنت عندك 2 camps زيادة يعني إحتمال كبير إذا مور جول مور 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 أحسن مور مور إنت حتكمل الجيم لو كملت الجيم بنفس الطريقة هذه إنت حتبقى دايما أعلى منه بلبل أوكي في المقابل إذا كنت والله جنغلر بنفس الطريقة يعني early game jungle سايفين عندنا هذا الأخ فوق ونبغو نقول ما نبغو هذا نبغو ليسن مثلا ليسن 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 ولا جارفان ممكن برضو ممكن ممكن بين ليسن أشين بالترتيب ليش هذول مبجدي ولا بالسميع ولا تنسى أنه غريفز برضو ويف كلير مو طبيعي يعني غريفز عنده ميزتين غريفز كان كونتست السكتلز مرة فالليفل 3 حقه مرة كويس لبل 4 مرة كويس لبل 6 مو طبيعي فلازم تختار كيف تبدأ عندنا الجارفان جارفان برضو بنفس الطريقة هذه تبقى تبدأ هنا احتمال وارد تبقى تبدأ هنا تبقى تسوي يقانك هنا هتتقابلوا هنا كلكم لبل 2 لبل 2 انت عارف الماب شفتوا بعض سلموا على بعض بوسوا بعض شفتوا رجعتوا ترجع تكمل على طول ما عاد عندك شي تسويه هنا لازم بسرعة تاخد دا تاخد دا وزي ما قلنا انت عارف انه اخذ السكتل فالضي وقت تسوي ترجع و بعدين ريتس و بعدين مرة ثانية الولف والهذا وترجع تحاول دور على السكتل ولا تحاول تخش على الجهة الثانية لا تنسى اذا انت شفتوا جاي من هنا وبعدين رجع هنا انت ممكن تطلع على البلو حقته على الطول بس ديس بري دينجرس اذا كان في لين برايورتي ولا ما في لين برايورتي يعني المد حقك داف اللين بوت في برايورتي ولا ما في يعني البوت حقينك داف في اللين فلما تخش هنا انت كجنغلر الى حد ما وضعك سيمي مو خطير يعني عارف اذا والله جاك احد ولا جاك الجنغل المد حقك يقدر يجيك والبوت حقك يجيك بسرعة اوكي فاباكم تفكروا بالطريقة هذي دام يا شباب فكر يعني انا انا صراحة استغرب مرة كثير من الجنغلر اللي اشوف ما عنده اي لين برايورتي وما شايف الجنغلر حقك التاني ولاقيه في وسط الجنغلر حقك هنا يعني اللين داف هنا علينا واصلين هنا اللين داف هنا علينا واصلين والجنغل التاني ما انت شايف وما انت عارف فين ولاقيه هنا عند البلو جايز الضارب وشايفين وجاء الجنغل هذول جول هذول جول بعد يقول تيم why you no come help me تيم حلوين ارجوك دايما دايما خلي خلي الجنغل ما تدخل على جنغلهم ولا تروح على objective يعني ما تدخل هنا ولا تاخد هذا ولا تاخد هذا ان كان الهيرالد ولا ان كان هذا الاو انت شايف الجنغلر حقهم بعينك الجنغلر حقهم فوق find عندك lane priority ما عندك مشكلة او ما انت خايف اللي جاك المد تقر تقتلو شايف البط هنا من يوم ما تشوف هم يختفوا من الماب على طول تخرج خلينا نفكر يبغى نشغل الدماغ فزي ما قلنا في كل الحالات الجنغلر زنوع early game gankers early game عندنا نوعين في نوع يبغى يسوه gank level 2 عندنا نوع يبغى يسوه gank level 3 و level 4 وبعدين عندنا اللي هو من الفارمرز اللي بويسوه gank في level 6 يبغى يوصل level 6 بسرعة زي ما قلنا يا شباب في عندك الباث البسيط طبعا هذا مش اولاف معكم الباث الباث السريع اللي هو الباث اللي هو safe اللي تبغى level 3 gank تروح red تروح scuttle فوق على طول تروح blue تروح what do you call it grump شفت الجنغل حقهم pot ممكن تطلع تسوي gank top ولا تروح على طول تاخد ال rates بدين تاخد الشيء لطيف هذا وترجع تكمل هنا ما انت شايف الجنغل حقهم تكمل احسن بالطريقة هذه اذا ما شفت الجنغل حقهم ممكن ترجع تكمل الباث حقك اذا كنت healthy اذا ما كنت من الناس اللي يكون مرة healthy تم الاولى بعد ما جيب 650 اذا كنت فاكر الارقام صحيح او 750 ما انا فاكر وبعدين ترجع تكمل الباث حقك مرة تانية لا تنسى انو لما حترجع هتكون كلها رجعت تبدأ هنا هتكون هذا موجود لسه ما اخدته هذا موجود هذا حيكون رجع وهذا حيكون رجع وبعدين يبلي the game based على من الناس اللي موجودين اذا كنت من الجنغلرز اللي قدري سوي gank level 2 وتبقى سويت cheese على السريع ممكن اش تسوي تبدأ red تبدأ scuttle الاول اللي جنبك تروح تسوي gank mid تروح على scuttle الثاني ترجع blue حتصير level 3 وبعدين تقرر شفت الجنغلر حقهم تروح تسوي gank ما شفت الجنغلر حقهم او الجنغل حقهم ما هم زيك او شفت واخذ scuttle انت مضي وقت تروح على scuttle ما انت شايف الجنغل حقهم ما عندك ما تقرر تسوي gank top تروح على طول على grump على blue وترجع تاخد rates اذا كنت healthy وال 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 crugs ترجع recall او اذا في مجال تسوي gank بعد بعد ما تسوي recall تتكر انه باقي لنا دقيقتين تقريبا حتكون already طلعت grump حيبدأ يطلع فتقر you can start pathing top لا بضيع وقت تسوي pathing bot طبعا البوت عندك متخلفين جالسين هنا يلعبوا وانقتلوا وبعدين يقول لك better jungler wins جاهم الجنغل سواء لهم gank طبعا المفروض المفروض انه يستطب ويسنكرونيز مع البوت لين حقك ولا مع الطب لين حقك عشان يعرفوا انت قريب ولا انت بعيد اذا انت قريب اذا انت بعيد المفروض انهم they don't push crazy لانهم شايفينك سويت recall اذا انت بعيد انت عاد تحدد اذا هما they are applying so much pressure هنا وعارف انت متأكد 100% انه الجنغل حقهم يعني جاي في الطريق هنا يفضل طبعا انك تروح تساعد لانه واحدة من الpriorities من اهم من اعلى الpriorities اللي موجودة عندك المشكلة الوحيدة اذا انت مشيت في الباث هذا وخلصت بعدين رجعت هنا ايش حيسير بالنسبة لك اذا ما استفت اي حاجة حيسير ما عندك ولا شي تسوي هنا لانه هذه فاضية ويفضل انك تروح تخش في الجنغل حقته واذا والله الوضع الخطير ما يسمح لك انك دائما تشوف التيمز يتكلموا انا طالي فوق انا نازل تحد انا بعيد في الطريق انا اوصل play safe play هذا بيصير تلعب حول الكلام هذا هذا شيء الشيء الثاني اذا كنت والله من الجناغل اللي اللي يبغى يسوي فارب من بداية الجيم كما قلنا بالطول what you want to do is you want to start by red rates wolf blue cuttle اذا في مجال تسوي contest وعارف انه موجود ترجع grump ممكن تسوي say fog مش ممكن recall ارجع تاخد crux ترجع على sorry على هذا موجود طبعا احتمال كبير الوقت هذا راح اذا تبقى تروح تشوفوا هتكون ضيعت لك 20 ثانية بس it's worth it بالذات اذا ما كان worth it ترجع على على rates هتكون موجود wolf وعلى المترجع مرة ثانية ولازم لك واحد كمان اظن اذا عدي صح لازم لك واحد كمان عشان توصل لفل 6 وبكده وصلت للأوبجيكتف حقتك من دون ما تخاطر طبعا ايش ما تكون نوع من الجنغلر زي يا شباب يفضل يفضل اول ما تبدأ القيم قل لالتيمة اللي قدامك يا شباب هاقنك لفل 3 هاقنك لفل 2 هاقنك لفل 4 هاقنك لفل 6 قول قول ما فيها شي سمعوا كلامك سمعوا كلامك خير وبركة ما سمعوا كلامك لا ما جيت يا جنغل ايطول يجب أن يمكن بس اللي بقوله مش كتاب منزل اللي بقوله أو حاجات نعتبرها من الأساسية فاللي تبغى تسوي إنه والله لو الجنغل حقهم سوي حاجة وانت تجيرت أخذ أكشن أخذ أكشن جيت وانت في الطريق وصلت هنا شفت الجنغل هنا ما حتقر تنزل تحت طبعا اللي استغربه صراحة في السيلفر وفي القولد أو حتى في البرونز والسيلفر أشاف الجنغل هنا قام يجري بغي يوصل هتوصل حبيبي روح هنا أخذ الجنغل حقه بطرعا أوكي ماتوا تحت أقلها شلت هذا ما ماتوا تحت شلت هذا هو ما استفاد شي فاهمين فدائما نبغى نحرك الدماء بالطريقة هذه جيت هنا شفته هو تحت هذا مقدم روح سوي جانج طوب عارف إنها جانج فري كل الطوب حقك يا طوب تعال معايا ناخد هذه شفل ويف مع الطوب حقك وبعدها نروح واخذ الجنغل هنا في كذا فكرة ممكن تفكر فيها بطريقة هذه لو تبدأ التطالع في الجنغل بطريقة استراتيجية هتبدأ تشوف إنه الجنغل أكتر مكان في الجيم ماكرو يعني you can think فكر في الخطوة القادمة أو فكر في الخمسة خطوات القادمة أو فكر في الثلاثة خطوات القادمة أو فكر في الدقيقة القادمة أختار اللي أنت تبقى تختارها بس إنه أنت زي العامة تروح تجري تروح أي حاجة تشوفها قدامك تشيلها بس عشان تبقى تشيلها هذا نبغى نلغيه خلاص أو إذا تبقى تسوي زي كده سوي في نورمال لا تجينا في رانك تقرفنا وتقرف خلق الله معك وتبهدل الدنيا وبعدها تجي الاستثلت وتتبكبك وخلاص enough 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 flaming enough my team is noobs enough ألعبوا يا شباب ألعبوا وشدحي لك وصلح غلاطك أكتر رول في الجيم يوسلك high elo jungle حاليا أكثر رول يوصلك high elo jungle من دون منازل لو أنت تعرف كيف تخلص الجيم كيف تمشي زين ناس على الوادم تعرف كيف تستغل غلاطة الأدم اللي قدامك كيف تسوي غانك في الوقت المناسب أحسن أحسن رول يطلع high elo jungle يعني كسولو بلاير كشخص لحالك فبالتوفيق إن شاء الله شميع جباب مشكورين ما قصرته إذا عجبك الفيديو تشوي شير وسبسكرايب ولايك ولا تنسى أنه عندي ستريم يومي في تويتش فقط شوفوا الجدول موجود في قناتي في تويتش تنزل على دسكريبش انتحت الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله الفيديو عجبكم وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ومشي اللقاء السلام عليكم بلالرررم هذا ي条حظ قبل النوم يعني بعد الصفحة صفحة بلالررم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته